موسيقى هيكون عندي في الخريطة البحر الأحمر تلاتة دائرة عرض هيكون عندي مدار الجج رقم أربعة هو إقليم مناخي هيكون عندي إقليم البحر المتوسط خمسة حشائش هتكون عندي في الخريطة حشائش التندرة رقم ستة هيكون عندي غابات الغابات الاستوائية سؤال الرقم بيه بما تفسر واحد تقسيم العالم العلماء سطح الأرض إلى أقليم مناخية ليه أسموه الأقليم مناخية؟ لتسهيل دراسة مناخ على سطح الأرض لتسهيل دراسة المناخ على سطح الأرض سؤال رقم اثنين حدوث الفيضانات حدوث الفيضانات هيكون عندي بسبب إيه؟ بسبب زوابان السلوك وكمان حدوث العواصف والأعصير كمان سقوط الأمطار بغزارة وكمان عندنا انهيار السدود يبقى هيكون عندي إيجابة حدوث الفيضانات بسبب زوابان السلوك حدوث العواصف والأعصير سقوط الأمطار بغزارة انهيار السلوك بعد كده سؤال ما المقصود؟ هيكون عندي ما المقصود بالمدى الحراري السنة ايه هو المدى الحراري السنوي هو الفرق بين متوسط درجات الحرارة صيفا وشتاءا يبقى جابتين هتكون ايه الفرق بين متوسط درجات الحرارة صيفا وشتاءا طيب المقصود في رقم اتنين بحلقة النار ايه هو التعريف قال لي ان حلقة النار ده اسم بطلقه على نطاق البرقين اللي موجود حوالين سواحل المحيط الهادي اللي بيتركز فيه اكتر من 70% من البرقين العالم الناشطة يبقى حلقة النار هو اسم يطلق على نطاق البرقين التي يحيط بسواحل المحيط الهادي حيث يتركز به اكتر من 75% من برقين العالم الناشطة سؤال رقم اتنين اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الغير صحيحة واحد تنشأ العصير عادة فوق المحيطات بالمناطق القطبية طبعا العبارة هنا هتكون خطأ لان العصير عادة بتنشأ فوق المحيطات المدارية فبالتالي اجابة هنا هتكون خطأ رقم اتنين تؤدي البرقين الى قلة خصوبة التربة في الاراضي القريبة منها طبعا عبارة هنا هتكون خطأ لان البرقين بتزيد من خصوبة التربة في الاراضي القريبة منها رقم تلاتة حما السد العالي اراضي مصر من اخطار السيول طبعا عبارة هنا هتكون خطأ لان السد العالي الموجود في مصر هو حماها من اخطار الفيضانات رقم 4 ترتفع درجات الحرارة عند دائرة الاستواء لان اشعة الشمس تكون مائلة طبعا عبارتي هنا هتكون خطأ ليه عبارتي خطأ؟ لان بترتفع درجات الحرارة عند دائرة الاستواء لان اشعة الشمس بتكون عمودية مش مائلة رقم 5 الرياح الموسمية رياح ممترة شتاء وجفة صيفا ودي عبارتي هتكون خطأ لان العكس رياح ممترة صيفر وجفة شتاء رقم 6 يعيد الزين من اهم اشجار اللغبات النفطية ودي عبارة هتكون صحيحة سؤال رقم B ما النتائج المترتبة على طول النهار في فصل السيف؟ ده هيؤدي اليه قال لي انه هيؤدي طول النهار في فصل السيف الى ان الارض هتتطلقى كمية كبيرة من اشعة الشمس وبالتالي يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة القرى الارضية او الارض هترتفع درجة حرارتها يبقى اجابتي يؤدي الى تلقي الارض كمية كبيرة من اشعة الشمس وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة سؤال رقم 2 ما النتائج المترتبة على حدوث الزلازل؟ ده حيؤدي إلى إيه؟ نحن بنتكلم عن الأثار السلبية اللي بتنتج عن الزلازل يعني بيحصل عندي انكسار وتشقق في القشة الأرضية بتدمر المدن، الطرق الكباري، بتتعطى الحركة المرور والسكة الحديد وأحياناً كمان لو أنا عندي موجات بحرية زلزلية اللي هي تعرف باسم التسونامي ممكن تحصل أثار سلبية من الزلازل يبقى من نتائج المترتبة على الزلازل، انكسار وتشقق في القشة الأرضية وتدمير الدلات، تدمير المدن والطرق الكباري، وتعطيل حركة المرور والسكة الحديدية ثانياً الجغرافية ألف بما تفسر واحد تسمية الكتابة الهيلغرافية بالخط المقدس ليه الكتابة الهيلغرافية معروفة باسم الكتابة أو الخط المقدس؟ قال لي لأنها استخدمت في النقشة على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينية عشان كده سموا الكتابة الهيلغرافية بالخط المقدس لأن احنا استخدمناها في النقشة على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينية سؤال رقم 2 تأسيس الإسكندر الأكبر لمدينة الأسكندرية ليه أسس مدينة إسكندرية؟ قال لي علشان تكون عاصمة لدولته بتحمل اسمه مركزاً لنشر الحضارة الإغراقية في العالم كمان تكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المطاص يبقى سبب انشاء المدينة الأسكندرية تكون عاصمة لدولته تحمل اسمه مركزاً لنشر الحضارة الإغراقية في العالم قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المطاص سؤال رقم B من هو؟ 1. أسس دولة البطالمة في مصر مين أسس دولة البطالمة؟ بطليموس الأول 2. حكم الأجزاء الشرقية للإمبراطورية الرومانية بعد مقتل يوليوس كايسر حكم الأجزاء الشرقية دمين أنتونيوس 3. دخل أدخل المسيحية مصر في منتصف القرن الأول الميلادي مين؟ القديس موركوس 4. له الحق في الطاعة والتقدير والإحترام من زوجته وأبنائه طبعاً ده دور الأب 5. نقل عاصمة الإمبراطورية الرومانية إلى بيزنطيا هو الإمبراطور قسطنطين الأول 6. فضح مصر عام 641 الميلادي وخلصها من الإضطهاد الروماني طبعاً القائد عمر بن العاص سؤال رقم 4 ألف صوب ما تحته خط 1. بنى البطالمة العديد من المدن التي حملت أسماء إغراقية في مصر مثل منف وحط خطة تحت كلمة منف المدن التي بناها البطالمة التي لها أسماء إغراقية مثل مدينة نقراتيس سنكتب مدينة نقراتيس 2. وقعت مصر تحت سيطرة الرومان قبل ما جاء الإسكندر الأكبر وحطت خطة على الرومان وقعت مصر تحت سيطرة الفرس قبل ما جاء الإسكندر الأكبر سنكتب الفرس 3. صنع ملابس فرعون والأغنياء من القط وحطت خط تحت كلمة القط طبعاً ملابس الفرعون والأغنياء صنعت من الحرير المستورج طبعاً كان من فناقيا رقم 4 قص السنوحي من الأدب التهزيبي وحطت خط تحت كلمة التهزيبي طبعاً قص السنوحي من الأدب القصاصي مش التهزيبي 5. أول من أسس الرهبنة الفردية الراهب بخوم وحطت خط تحت الراهب بخوم طبعاً الأسس الرهبنة الفردية هو الأنبى أنتونيوس 6. يعتبر إقليدس من علماء جامعة الإسكندرية في التاريخ وحطت خط تحت كلمة التاريخ طبعاً إقليدس من علماء جامعة الإسكندرية في الهندسة رقم 5 رتب الأحداث التاريخية الآثية من الأقدم إلى الأحدث نقراهم الأول مقتل يوليوس قيصر الفتح الإسلامي لمصر إنشاء منارة الأسكندرية عصر الشهداء هنختار أنهي الأول طبعاً الأقدم هو إنشاء منارة الأسكندرية في عهد بطليموس الأول بعد كده مقتل يوليوس قيصر بعد انتهاء دولة البطالمة بعد كده نتكلم عن عصر الشهداء الإمبراطور ديقلوديانوس وأخيراً هيكون الفتح الإسلامي لمصر وده سنة 641 الميلادي يبقى إنشاء منارة الأسكندرية مقتل يوليوس قيصر عصر الشهداء الفتح الإسلامي لمصر سؤال رقم 10 ما النتائج المترتبة على معركة أكتيوم البحرية؟ النتائج الهترتب على معركة أكتيوم البحرية هيؤدي إلى انتصار أكتافيوس على أنتونيوس وكليباترة السبعة انتحار أنتونيوس واتبعته كليباترة أصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد وانتهاء دولة البطالمة إجابتي هتكون إيه مع بعض؟ انتصار أكتافيوس على أنتونيوس وكليباترة السبعة انتحار أنتونيوس واتبعته كليباترة أصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد وانتهاء دولة البطالمة رقم 2 فيما النتائج تقدم المصرين القدماء في علم الكيميا ده حيؤدي إلى أيه؟ طبعاً حيؤدي إلى أن توصل العلماء لصناعة الألوان والأصباح والعقاقير والأدوية من الأعشاب يبقى حيؤدي إلى أنهم توصلوا إلى صناعة الألوان والأصباح والعقاقير والأدوية من الأعشاب شكراً جداً لطلاب الصف الأول الأعدادي طلاب مدرسة المنتزى اشتركوا في القناة